اعتقد كده خلصنا كده خلصنا الاخبار السريعة او حصد الاسبوع بالنسبة لنا كل اسبوع هنقدم بطل كل اسبوع هنقدم بطل بس برضو بيقوليه حاجة مهمة هنقف ثانية واحد بس عشان ايه احنا كده قلنا ايجابات صح؟ خلينا نكلم بقى على السلبيات هقول حكاية وغريبة وجمهور هيفهم اننا هقول ايه كويس الاسبوع اللي فات او الاسبوعين كده حصل ان اتحاد الهندبول قرر ان هو يعمل مسابقات المسابقات دي عبارة عن مسابقات دوري سيدات ودوري رجال وبيقرروا بيعملوا ايه؟ المهم كان بنتكلم على دوري السيدات بالتحديد ودي سلبية انا من وجهة نظري صعبة جدا لازم كل الناس تعرفها عضو مجلس ادارة في اتحاد كرة اليد المصري خادر قرعة عملها جوه مكتبه عملها فين؟ جوه مكتبه جوه مكتبه الخاص هو ينفع ان عضو مجلس ادارة يعمل قرعة يعمل قرعة لفرق الدوري جوه مكتبه طب ازاي؟ فين الشفافية؟ فين الحيادية؟ طب الحيادية دي بنقولها لما يكون متواجد داخل مقر الاتحاد المصري ما يدرش نتكلم جوه منطقة من مناطق الجمهورية مش هنتكلم الناجل الاهلي قدم فيها شكوى للاتحاد المصري والاتحاد المصري بصراحة مشكورة لازم نشكوره على الهوى ونقول ان عضو مجلس ادارة حاد المصري ما يفقوش على الكلام ده ولغوا الموضوع ورجعوا لنظام المسابقة القديم اتمنى ان كل عضو مجلس ادارة قاعد على كرسي يشتغل بحيادية تمة وليس بالمزاج لان الكلام ده في ناس كتيرة بتتعب في ناس ممكن تقع او تخسر بالسبب قرعة عملت غلط محدش يقولي دي كانت على الهوى ومحدش يدافع الصح صح والغلط غلط الموضوع لما تيجي تعمل قرعة تعملها في داخل جوة الاتحاد او جوة منطقة ما عملهاش في بيتي او عملها في مكتاب الخاص اعتقد الرسالة وصلت رسالة مهمة جدا وبشكر برضو اتحاد كرة اليد بالقاس الدكتور محمد امين اللي هو رجع القرار هو القرار طلع مش بالشكل ده يعني لكن انا بقول ان هو رجع القرار ورجعنا للنظام القديم تاني بشكره جدا 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 على التفاهم للموضوع وبنقول لكل مجلس ادارة او اي عضو مجلس الاهر في اي اتحاد لعبة اي حاجة هتعامل هنرصدها هنقولها هنقولها ان ده تجاهنا وده دورنا تجاه اي اتحاد وده دورنا او تجاهنا تجاه النادي الاهلي اللي هنتكلم عليه على اي مشكلة بتحصل معاه في اي اتحاد مصري معنا داخل النادي الاهلي اشتركوا في القناة